فضلات الدكتور لو تحدثنا عن النحو المصري ابن هشام الأنصاري ومشروعه التجديدي ماذا يقول عنه فضل الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ابن هشام الأنصاري المصري كانوا يلقبونه بسيبويه مصر وكان على مفارقة في الدرس النحوي هناك كان مدارس الكوفة والبصرة وبغداد وجاء ابن هشام في القرن الثامن الهجري لأنه توفي إلى رحمة الله تعالى وكان يعني عنده 52 سنة أو 53 سنة سنة 761 761 كان ابن هشام عنده 53 سنة يعني هو مولود 708 في الوقت ده ابن هشام في هذا العصر كان على قمة تطور الدرس النحوي ولذلك لم يلتزم بمدرسة دون مدرسة لم يأخذ مذهب الكوفيين ولا البصريين ولا الجامعة بينهما من البغداديين في النحو بل إنه تفرد وكأنه مجتهد في النحو العربي على ما فارق في الدرس النحوي وفي عصره كان ذلك كان تطويراً ونوعاً من النقلات الحضارية الواسعة بكتبه المدرسية التي ألفها من أجل أن يبدأ في إعادة صياغة النحو العربي بهذه الطريقة لم يترك التراث بل إنه استوعبه وعصره كما نقول عصراً ولكن مع هذا العصر أداه بطريقة جيدة فألف قطر الندى وشرح قطر الندى وألف الشذور الذهب وأفاد أجيالاً من بعده ولكن مولانا من مدخل النحو فقط ولا من المدخل الفكري كمان لا هو أصله المشاريع التجديدية بيبقى تملي بنبحثها من خمس حتد من المنهجية ومن المعرفية ومن صياغة النموذج المعرفي المتعلق بهذا المشروع ومن إدراك الواقع بعواليمه المختلفة ومن موقفه من التراث هل هو متمرد هل هو رافض هل هو مستوعب هل هو متجاوز هل هو قد أدرك مناهج التراث وطبقها فلابد من فكر وراء هذا المشروع يعني أدام فيه كلمة مشروع وتجديدي يبقى فيه هذه الخمسة التي يسري فيها الفكر صرايان الماء في الورد الوردة وانت بتشمها تلاقي وإيه سبب ندوتها وطراوتها المية اللي فيها طب المية دي لو تبخرت بتنشف وتصبح غثاء أحوى وتفرفتها في إيه دا كده تتفرفت لأنه ما فيهاش مية حيما أجمل تعبيرات فاضلتك الحقيقة لأنها جفت فيسري الفكر في المشاريع التجديدية صرايان الماء في الورد واخد بالك إزاي فبنسأل عن الفكر ونبدأ إحنا نستنبطه من مشروع ابن هشام ابن هشام له مثلا في الأدب شرح قصيدة بانة سعاد اللي عملها كعب بن زهير بن أبي سلمة في متح رسول الله صلى الله عليه وسلم بتدرس حتى دي بتدرس في الأزهر وحتى الآن شذور الذهب وقطر النادى وشرح قطر النادى بندرسه في ابتدائي وفي إعدادي وفي سنوي وكذا إلى آخري